أحيى عشرات من لاجئي المسلمين في الروهينغا من مخيمات اللجوء في بنجلاديش الذكرى الخامسة لمأساتهم المتمثلة بجرائم الإبادة الجماعية والتهجير التي نفذتها قوات مينمار بحقهم في ولاية رخين في حين اعتقلت السلطات مينمار السفير البريطيني السابقة في البلاد ورفع المشاركون في إحدى الوقفات المخلدة لذكرى مأساتهم لافتات تطالب بالعدالة وقد رفضت محكمة العدل الدولي اعتراضات مينمار على قضية الإبادة الجماعية لأقلية الروهينغا المسلمة المرفوعة عليها من قبل غانبيا مما يمهد الطريقة أمام النظر في القضية بالكامل وكانت واشنطن وصفت أعمال العنف التي ارتكبتها قوات مينمار على نطاق أوسع وواسع بأنها إبادة جماعية وحثت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأسرة الدولية على ممارسة الضغط على جيش مينمار لوقف العنف والعودة إلى الحكم المدني وبالتزامن مع الذكرى الخامسة للتطهير العرقي ضد أقلية الروهينغا أعلنت أن المفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنها ما زالت توثق في مينمار كثيرا من انتهاكات حقوق الإنسان التي قد ترتقي إلى أن تكون جرائم ضد الإنسانية ترجمة نانسي قنقر